دشن محافظ أبيان اللواء ركن أبو بكر حسين سالم بدء المرحلة الثالثة لمشروع عادة التأهيل محطة مياه الحصن الذي تنفذه مؤسسة ينابيع الخير وبتمويل من الجمعية الكويتية اللي غثى ضمن حملة الكويت بجانبكم ووجه محافظ أبيان الجهات ذات الاختصاص بتدليل كافة الصعوبات وتسهيل المهام لإنجاز وإنجاح كافة المشاريع الهادفة لتحقيق المصالح العامة وقدم مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي المهندس صالح بلعيدي شرحا حول مكونات المشروع التي تتضمن تأهيل وصيانة وتشغيل عشرة آبار وتأهيل مبنى المحطة القديم وتجهيز قسم الصيانة وتدريب الكادر البشري بالمحطة وتوريد وتركيب وتشغيل محطة عشرة ميجا فولت إمبير وتوابعه كما استعرض منسق منظمة كير العالمية أعمال مشروع رأس الخورة المغذي لمنطقة عبر عثمان والكمب والطرية الذي من خلاله سيحد من وصول مياه سيول وادي حسان إلى البحر وسيغذي منطقة عبر عثمان والطرية والكمب والعصلة وخبان والشيخ سالم والرملة ترجمة نانسي قنقر